مريض شاب ثري والده من أشهر رجال الأعمال فجاء إلى قصره أكثر من طبيب ولم يتوصل أحد منهم لمعرفة سبب مرضه أو إيجاد علاج له وعندما اشتد عليه المرض ناد على والده وقال له إن سبب ما أنا فيه هو حب الكبير لفتاة فقيرة ولا أستطيع أن أحصل على موافقتها على الزواج به فقد علمت أنها تريد شابا ملتزما يتق الله وأنت تعرف أنني لا أداوم حتى على الصلاة حزن الأب كثيرا بعد سماعه لكلام ولده وفي نفس الوقت غضب غضبا شديدا من الفتاة ثم قال لابنه غدا ستأتيك راكعة وسوف تتزوجها في نفس اليوم أرسل الأب أحد رجاله لوالدي الفتاة وأعطى لهما مالا كثيرا فوافق على زواج ابنتهما دون رغبتها ثم استدعى مأذون المدينة ليعقد القران وسأله هل زواج ولدي بفتاة دون أخذ موافقتها يصح؟ قال المأذون بعد أن استلم مبلغا كبيرا يصح طالما وافق ولي أمرها وبعد قليل جاءت الفتاة وكان الشاب ينظر إليها بحب كبير فوجدها تنظر إلى السماء وتبتسم وعندما سألها الشاب عن سبب ابتسامتها رغم الحزن الواضح على وجهها قالت له كان يجب على والدي أن يرحم ابنتهما ولا يبيعاها مهما كان الثمن وكان يجب على المأذون أن ينطق بالحق ويخبرك بأن زواج الإكراه باطل وكان عليك أن ترفض مثل هذا الزواج لقد غر أبي وأمي طعام الدنيا فسلماني لك والمأذون طمع في مالك وخافك ولم يخف الله عز وجل وأنت أيها الشاب العاقل رأيت شفاءك في زواجك مني دون رغبتي ولكل هذا لا ملجأ لي غير ربي فرفعت رأسي إليه راضية بقضائه فقط أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تأثر كل من بالقصر وبكى الجميع بعد سماعهم لكلام الفتاة وقال الشاب لأبيه يا أبي خير لي أن أموت بمرضي من تدمير قلب فتاة طاهرة بريئة ثم سمح للفتاة بالمغادرة هي ووالديها بما أخذ من مال وطلب من أبيه أن يحضر له شيخا يقوم بتحفيظه القرآن ويذكره بأمور دينه وكيف يكون شابا تقيا وبعد عام واحد تغير حال الشاب تماما وأصبح يقيم الصلاة في أوقاتها ويصوم أكثر الأيام ويقوم الليل ويدعو الله في الثلث الأخير أن يقبل توبته ويثبته على ما هو عليه وعندما وجد نفسه أهل للفتاة ذهب مع والديه لخطبتها وكم كانت سعادة الفتاة وأسرتها بقدومه ووافقت على الزواج به وعاشا في سعادة ورضا من الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين